يا مساء الخير، يا مساء الفل، يا مساء السعادة على كل اللي بيشوفونا وبيتابعوا برنامجنا يحكى أن على شاشة القناة الأولى الأسرار، الخصوصية، المساحة الشخصية كلها كلام بنسمعه ما بين الستات والرجالة المرتبطين أنا ليا خصوصيتي، أنا ليا مساحتي الشخصية ومساحتي الشخصية دي ما بنسمعهاش غير من الرجالة بس مساحة الشخصية دي أو مساحتي تفتكروا الكلام اللي أنا بقوله ده المساحة الشخصية والخصوصية المفروض يكون ليه وجود بين أي اتنين متجاوزين يعني مثلاً هو ينفع يكون فيه أسرار بيني وبين جوزي ينفع؟ يعني ينفع فيه حاجات أنا ماينفعش أعرفها عن جوزي اللي أنا متجاوزاه وقاعدين في بيت واحد وهو كمان ينفع أداري عنه شوية حاجات كده في حياتي أسرار كده بيني وبين نفسي هو ما يعرفهاش يعني ده صح والله غلط يعني فعلاً مفروض يبقى فيه أسرار أنا بتاعتي أنا صندوق لسود بتاعي أنا حدش يعرفه خالص حتى لو كان جوزي وهو نفس الحكاية يعني الموضوع ده بيعمل لابس كده يعني لابس ما بين الست وما بين الراجل يعني المساحة الشخصية الصح الصحية وما بين إن أنا أخترق حياته بغشومية يعني ممكن يكون فيه حاجات أنا لو عرفتها عنه اتدايقني يعني مثلاً معظم البنات بتسأل عن حياته اللي فاتت كنت خاطب مين وسبتها ليه طب وإيه اللي حصل وهو بقى يمصبتي يمصبتي يا ليلة والسودة لو قال لها أنا كنت بحبها يعني اللي هو آه دي كانت أكتر واحدة مثلاً حبيتها في حياتي فتفضل هي شايليها في صندوق كده اللي سود اللي عندها وأي مشكلة تقول له آه منت ما حبتنيش فأعتقد في الحتة دي عايزة حرفية عايزة حكمة أقول إيه وما أقولش إيه إيه اللي في حياتي حتى اللي فاتت ينفع مراتي دي تعرفها والحاجات اللي ما يفعش تعرفها حاجات اللي تعمل مشاكل وفي حاجات لا تقدم ولا تأخر لا تفيد ولا تضر طب وبعدين أنا أقولها ليه يعني أقول لها ليه جبت لها ولا كنت بحبها ولا أصلي مامتها هي كتسبب فركشت الجوازة فتفضل هي طول الوقت حاسة أن هي مامتها آه لا آه ده تفضل دماغها شغالة أنا شغل دماغها ليه وأنا شغل دماغي عليه ليه أنا عايزة بقول لكم الحقيقة أن في حاجات لازم يكون فيها مساحة شخصية أيوة مساحة شخصية مساحة شخصية مساحة شخصية إيمان بيني وبين جوزي آه أو الله زي ما بقول لكم كده مش كل حاجة ينفع تتكلمي فيها مع جوزك وهو كمان مش كل حاجة ينفع يحكيها لك بتعمل مشاكل بتعمل مشاكل جمدة جدا وممكن تكون سبب خناء وانفصال وخراب بيوت وهي معلومة قد كده ما كانش ينفع أقولها أحيانا كمان مش أحيانا ده أنا من مدرسة أنا إيمان أي بنت بتيجي تسألني قبل ما تتجوز لسه مخطوبة تقولي أحكي له مثلا عن خطيب اللي قبل كده طب كان في واحد قرى فتحتي كده وما كملناش طب كان في واحد كده ارتبطنا سنتين كده أقول لها إيه واي هيستفاد إيه يعني إحنا مش open minded قوي لدرجة إن أنا أفصل ده القديم عن الجديد لأ إحنا ستات ورجالة مش بظلم الرجالة بس ستات ورجالة في المجتمع العربي كله العربي كله ما بيقدرش ينسى ويفصل فأنت لما تروح تقولي له إن أنت كنت مرتبطة قبل كده وكنت بتحبيه وقهرني وكسرني وعبت فقط ليه ويفضل هو وطول الوقت مشغل دماغه طب إيه العلاقة دي كان مدهة إيه ووصلت لإيه وليه مأهورة وليه عمل إيه وثوق تفضل دماغه وشغالة طول الوقت وكل الحلو اللي بتقدميه مش هيحسه هيجي له وسواس قهري بقى طول الوقت دي قالت دي حبت دي محبتش دي راحت دي جات تليفونها طب يمكن بيكلمة وش 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 وبيجيب مشاكل وبيكسر فرحة العلاقة أي حاجة قديمة ملهاش لازمة